حبوب ودمامل او ننتقل على طول إلى الكابسولات اللي ناكلها الكابسولات اما تكون مثلا مضاد حيوي او تكون رؤاكتان طبعا ما انصح بجلسات تقشير ليزر ولا جلسات التقشير الكيميائي في العيادات لان هذي ممكن تفيد في الآثار لكن ما تفيد في الدمامل او الاحبوب فانتبهوا اما كلمات موضعية لعلاج او ننتقل على طول إلى الكابسولات اللي ناكلها وللأمانة رغم فعالية الكلمات الموضعية مثل الجل الأكريتين لكن ما نفضل نستخدمه على الظهر ممكن على الوجه مناطق أخرى لكن أكيد ما على الظهر والسبب طريقة التطبيق صعب أن الشخص يطبق ويحط هذه الكريمات الموضعية مرتين في اليوم على ظهر المدة طويلة كثير من مرضى يتحمسون يقولون نبي الكريمات نبي هذا الجل ما بيأخذ حبوب أكلها بعد فترة يفشلون أن يطبقون مثل هذا العلاج صعب تطبيقه بكل النواحي صعب فلح يتحمس ويحاول أن يطبق مثل هذا العلاج أنه ما رح يستمر على العلاج والعلاج بيلا كامبليينت فأنصحكم على طول تدخلون على الكابسولات وأنا شخصيا حتى لو كانت الحبوب خفيفة إذا كانت في الظهر على طول أدخل على الكابسولات إما مضاد حيوي أو حبوب رؤوكتان راح تعطي نتج سريعة وفعالة طبعا لما ناكل هذا الحبوب راح تعالج الدش في السيستم في سيستم الشخص فلذلك تعالج الحبوب سواء في الظهر أو الأكتاف أو حتى الوجه أو حتى الجسم بشكل عام فأغلب الناس اللي عندهم حبوب في الظهر يكون بايدفولت عندهم حبوب في الوجه فخلصوا الموضوع مرة وعدة خلصة نسميه علاج 3-in-1 علاج سريع وفعال وسهل فهذا هو العلاج اللي أنصحكم فيه حق الدمامل أو الحبوب في منطقة الظهر مثل ما أنتم شايفين حبوب ودمامل في الظهر طبعا تطلع في الظهر وتطلع في الأكتاف شنو علاجها؟ وركزوا في كلامي حبوب أو دمامل مو قاعد نتكلم عن الآثار دائما نعالج الحبوب بالدمامل لأول شيء بعدين ننتقل إلى علاج الآثار لأن العلاج مختلف تماما جدا مختلف فشنو العلاج؟ العلاج أما نستخدم كريمات موضعية مثل جل الإبديو أو الأكرتين أو ننتقل على طول إلى الكابسولات اللي ناكلها الكابسولات أما تكون مثلا مضاد حيوي أو تكون رؤاكتان طبعا ما أنصح بجلسات تقشير ليزر ولا جلسات التقشير الكيميائي في العيادات لأن هذه ممكن تفيد في الآثار لكن ما تفيد في الدمامل أو الحبوب فانتبهوا أما كريمات موضعية للعلاج أو ننتقل على طول إلى الكابسولات اللي ناكلها وللأمانة رغم فعالية الكريمات الموضعية مثل الجل الإبديو أو الأكرتين لكن ما نفضل نستخدمها على الظهر ممكن على الوجه مناطق أخرى لكن أكيد ما على الظهر والسبب طريقة الأبليكيشن طريقة التطبيق صعب أن الشخص يطبق ويحط هذه الكريمات الموضعية مرتين في اليوم على ظهر المدة طويلة كثير من مرضى يتحمسون يقولوا نبي الكريمات نبي هذا الجل ما بيأخذ حبوب أكلها بعد فترة يفشلون أن يطبقون مثل هذا العلاج صعب تطبيقه بكل النواحي صعب فلا حيتحمس ويحاول أن يطبق مثل هذا العلاج أنه ما رح يستمر على العلاج فأنصحكم على طول تدخلون على الكابسولات وأنا شخصيا حتى لو كانت الحبوب خفيفة إذا كانت في الظهر على طول أدخل على الكابسولات إما مضاد حيوي أو حبوب رؤوكتان راح تعطني تجي سريعة وفعالة طبعا لما ناكل هذا الحبوب راح تعالج الدش في السيستم في سيستم الشخص فلذلك تعالج الحبوب سواء في الظهر أو الأكتاف أو حتى الوجه أو حتى الجسم بشكل عام فأغلب الناس اللي عندهم حبوب في الظهر يكون بايدفولت عندهم حبوب في الوجه فخلصوا الموضوع مرة وعدة خنسمية علاج 3-in-1 علاج سريع وفعال وسهل فهذا هو العلاج اللي أنصحكم فيه حق الدمامل أو الحبوب في منطقة الظهر إذا شفتوا أن هذا الفيديو فاتكم لا تنسون لايك وسبسكرايب عدد اللايكات تعطينا دليل وعلامة وإشارة منكم لنا أن نستمر في هذه الفيديوهات ونسوي فيديوهات أكثر شوفكم على خير شكرا